لا تزال المواقف السياسية في العراق مفتوحة على كل الاحتمالات وفي حالة من القلق والترقب عقب إعلان الصدر الانسحاب من العملية السياسية والاستقالة الجماعية لنوابه الثلاثة والسبعين من البرلمان الجديد شركاء الصدر في الإطار التنسيقي تلقفوا قرار الانسحاب بالترحيب وبدأوا يحصون عدد مرشحيهم من الخاسرين للزج بهم بدلاء للنواب المستقلين الأمر الذي قد ينعش حدودهم الانتخابية التي تراجعت في الانتخابات الماضية حاول الصدر مع حلفائه من القوى السنية والحزب الديمقراطي الكردستاني تسويق تحالفه الثلاثي باعتباره تحالفا وطنيا عابرا للطائفية والمحاصصة ويمثل بارقة أمل في تغيير منشود وحقيقي ويرى فريق من المراقبين أن قرار الصدر بالانسحاب من العملية السياسية والاستقالة الجماعية لنوابه قد يكون بداية لنهاية ما بات يعرف بالانسداد السياسي لكن فريقا آخر يؤكد أن هذا الانسحاب لا يعني نهاية لهذا الانسداد بل هو إطفاء مزيد من التعقيد والاضطراب على المشهد السياسي الملتهب بالأساس رئيس البرلمان الحالي وشريك الصدر في التحالف الثلاثي محمد الحلبوسي قال بعد إعلان خطوة الصدر الجديدة إننا سنمضي بتشكيل حكومة تتحمل كل القوى السياسية نتائج مخرجاتها أما نجيرفان برزاني الطرف الثالث في تحالف الصدر فقد أبدى خشيته أن تتداعى الأزمة لفوضى عارمة يصعب تطويقها أو السيطر عليها خاصة في ضوء امتلاك طرفي الصراع كل أنواع السلاح وإمكانات الدولة العراقية منذ عام 2003 وثلاثة